مرحبا بكم يا طلبة الصف الرابع سوف نكمل في مادتنا ودرسنا لهذا اليوم فساد كبير وأهداف حصتنا لهذا اليوم قراءة الدرس قراءة جهرية سليمة قراءة الدرس قراءة تفسيرية الإجابة عن الأسئلة بداية أريد أن أوجه لكم بعض الأسئلة من يذكر لنا بعض أنواع الفساد؟ ماذا يحدث لو وضعنا شخص غير مؤهل في منصب أو وظيفة معينة؟ ماذا نفعل إذا تعرضنا للظلم؟ استمعوا جيدا يا أحباب الطلبة سوف نبدأ بقراءة الدرس في يوم من الأيام أعلن عن وظيفة كانت عائشة ممن تنطبق عليهم الشروط فتقدمت لها عين المسؤولون للمتقدمين مكان الامتحان وزمانه وبما أنها كانت متفوقة في دراستها فقد رأت الأسئلة سهلة جدا فنجحت نجاحا باهرا وكان ترتيبها الأول من ضمن الخمسة الذين ستتم مقابلتهم ذهبت إلى المقابلة بأمل كبير فقد كانت أوفر حظا من غيرها بما تتميز به من شخصية قيادية ومعدل مرتفع في التحصيل وفي المقابلة لم يخفي الذين قابلوها إعجابهم بقدراتها بعد أيام أعلن عن تعيين صاحبة الوظيفة فكانت دلال أجل دلال التي رسبت في امتحان التوظيف ولم تتم مقابلتها للوظيفة ولما سألت عن ذلك سكنت وبدت عليها علامات الارتباك والخوف رأت عائشة أنه أصابها ظلم كبير وأن هذا فساد لا يمكن السكوت عنه فقررت بلا تردد أن تقدم شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد بناء على القراءة الجهرية سوف أجه لكم بعض الأسئلة وأرجو منكم الإجابة عن هذه الأسئلة من كم فقر يتكون الدرس؟ أذكر لي بعض الشخصيات التي وردت في القصة أين تكمن العقدة في القصة؟ ماذا فعلت عائشة عندما شعرت أنه أصابها ظلم؟ لو كنتم مكان عائشة ماذا تفعلون؟ سوف تستخرجون أنتم يا أبطال بعض القضايا النحوية والعملائية فعل ماضن فعل مضارع اسم إشارة حرف جر متصل جمع تكسير تنوين فتح اسم موصول همزة قطع همزة وصل لام قمرية لام شمسية كلمة تنتهي بتاء مربوطة كلمة تنتهي بتاء مبسوطة كلمة تنتهي بها حرف عطف ضمير متصل على من على من يعود الضمير المتصل في كلمة قررت ماذا تفيد قد في عبارة فقد كانت الأسئلة سهلة جداً الآن سوف نستنتج الفكرة العامة وهي أن الواسطة فساد كبير يدمر المجتمع أما القيم فهي عدم اللوجوء إلى الواسطة في التوظيف عدم التردد في تقديم الشكوى في حال التعارض للظلم الكلمة ومعناها الواسطة تفضيل الأقارب أو الأصدقاء بسبب قرابتهم وليس مؤهلاتهم تنطبق تتوافق باهراً رائعاً بأمال أوفر أكثر بدت ظهرت الارتباك الخوف إجابات نفكر واحد سنفعل كما فعلت عائشة اثنان لا لأن فيه ظلم للآخرين ويجعل الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب التدريبات اللغوية السؤال الأول نصل الكلمة ضدها فساد صلاح رسبت نجحت مرتفع منخفض الأول الأخير أخفى أظهر أوفر أقل تعرفنا سابقاً يا طلبة الأعزاء على أنواع الفعل سوف نتناول اليوم الفعل الماضي وقلنا أن الفعل الماضي هو الفعل الذي يدل على حدث وقع في الزمن الماضي مثل رأى نجح ذهبت السؤال الثاني نملأ الفراغ بالفعل الماضي المناسب ألف فراغ المسؤولون مكان الامتحان والزمانه نضع في الفراغ الفعل الماضي حدده با فراغ دلال في امتحان التوظيف نضع في الفراغ الفعل الماضي رسبت جيم فراغ الأسير من السجن نضع في الفراغ الفعل الماضي خرجه دال فراغ ليلة المحتاجين نضع في الفراغ الفعل الماضي ساعدت ها فراغ السهم الهدف نضع في الفراغ الفعل الماضي أصابة واو فراغ الأم طفلها نضع في الفراغ الفعل الماضي أرضعت السؤال الثالث سوف يكون واجب لكم فأنتم أبطال ولديكم قدرات إلى اللقاء يا طلبة الأعزاء موسيقى